والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين الإخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي بكم في هذه الليلة الثانية من موسم أمير النحل في ذكرى عطرة في ذكرى غالية على قلوبنا جميعا ذكرى مميزة وهي ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الذكرى التي يحييها جميع المسلمين في العالم وبالأخص شيعة علي بن أبي طالب فهنيئا لنا بولاية علي بن أبي طالب وهنيئا لكم أنتم أيضا فهي أكبر ولاية حزناها وهي أكبر نعمة أعطانا الله إياها خير ما نبدأ به هذه الليلة العطرة المباركة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأخ القارئ السيد هادي السيد عباس فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد شكرا لكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ما يلفف من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور بذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لديه عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للغير مُعْسَدٍ مُريب ألقيا في جهنم كل كفار عنه ألقيا في العذاب الشديد قَالَ 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 طَرِينُهُ رَبَّنَا مَنْ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدٍ ما يُبَدْلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدٍ صدق الله العلي العظيم أَمَنِينَ نهنِّئكم بقرب ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ونلتقي في هذه الليلة الليلة الثانية من موسم أمير النحل في هذه الليلة لدينا مهرجان أنشودي تتنافس في مذح علي بن أبي طالب عدة فرق من مناطق مختلفة ولكن هل لنا بوقفةٍ قصيرة لنعرف ماذا يعني اسم هذا الموسم ماذا يعني لقب علي بن أبي طالب بأمير النحل رويت في هذه التسمية عدة أوجه نشير إلى بعضٍ منها الوجه الأول أو الرواية الأولى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في قوله عز وجل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللًا يُخرِج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه إلى آخره أنه في ذلك لآيةً لقومٍ يتفكرون أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليٌ أميرها فسمي أمير النحل روايةٌ أخرى يُقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه عسكرًا إلى قلعة بني تغل فحاربهم أهل القلعة حتى نفِذ أسلحتهم فأرسلوا إليهم كوار النحل فعجز أسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فجاء عليٌ فذلَّت النحل له فلذلك سُمِّي أمير النحل وفي روايةٍ أخرى أيضًا أنه وجد في غار النحل فلم يُطيقوا له فقصده عليٌ عليه السلام وشار منه عسلاً كثيرًا فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير النحل واليعسوم طبعًا الشعراء والمنشدين تغنَّوا في مذح علي بن أبي طالب وهاموا به وأنشدوه شعراً وأناشيد مختلفة في هذه الليلة العطرة سوف نبقى مع عدة فرق كما أسلفنا تُنشِد حبًا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تُبحر في بحر الشعر مع الكلمة مع اللحن الجميل وأول فرقةٍ تُطلُّ علينا فرقةٌ أتتنا من العاصمة فرقةٌ جاءت إلينا من عاصمة البحرين من؟ من وين؟ من المنامة من عاصمة البحرين المنامة مع فرقة منتظرون مع اللحن والكلمة الهادفة فليتفضلوا على الرحب والسعى سنتم مبارك الله فيكم ولا غابة هذه الأصوات والمحمد التي تلهج بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام نسأل الله أن ينزقنا وإياكم ولاية علي بن أبي طالب في الدنيا وشفاعته في الآخرة إن شاء الله إن ذكر علي بن أبي طالب فلا نذكر مولده فقط وإنما نذكر سيرته العطرة ونذكر كل محطةٍ من محطات حياته نذكر ولادته في جوف الكعبة نذكر وقفته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نذكر بيعة الغدير نذكر مواقفه في المعارك والحروب إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من لبى دعوته واعتنق دينه هو أفضل هذه الأمة مناقب وأجمعها سوابق وأعلمها بالكتاب والسنة وأكثرها إخلاصًا لله تعالى وعبادةً له وجهادًا في سبيل دينه فلولا سيف علي بن أبي طالب لما قام الدين ولن هدَّت صولة الكافرين نعم لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجولًا بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب ولم يُسجَّل لأحدٍ من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سُجِّل لعلي بن أبي طالب وكيف تُحصى مناقب رجلٍ كانت ضربته لعمر بن عبد ودٍّ العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين وكيف تُعدُّ فضل رجلٍ أسرَّ أولياءه مناقبه خوفًا وكتمها أعداؤه حِقْدًا ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار ذلك هو علي بن أبي طالب وهذه بعض أفضل بدأنا من العاصمة المنامة وأتحفونا بالكلمة وبالصوت ونرجو أن يشاركونا مرات ومرات ونطير بعيداً نحتاج إلى طائرة لأننا سنذهب إلى قريةٍ بعيدةً عنّا في المكان قريبةً منّا في القلب بلدة وقرية في المنطقة الغربية في المنطقة الغربية عرفتنا أي منطقة المقصودة؟ كارزكان ننطلق ونطير معكم إلى قرية كارزكان قرية الكرامة والصمود مع فرقة أصداء الغدير من قرية كارزكان وهي الفرقة الثانية في هذه الليلة في هذا المهرجان الأنشودي فلنستمع إليهم سوياً معكم وهم يتغنّون في حب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فلنستقبلهم بصوتٍ عال بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته فرقة أصداء الغدير تبارك لكم ذكرى ولادة الأمير عليه السلام ومن عمل شعراء ألهمهم محمد في ذكرى ولادة منقذ البشرية في العام الفائد إلى عمل شعراء ألهمهم علي في ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام العمل من ألحان فرقة أصداء الغدير ومن كلمات مجموعة من كبار الشعراء صلوا على محمد وآل محمد ومن كلمات محمد عجزة كف أربعون وأربعون يقالع الباب التي عن هزها عجزة كف أربعون وأربعون رفعت سيفا وشيعا لا سيف إلا ذو الفقا رفعت سيفا وشيعا لا سيف إلا ذو الفقا لا سيف إلا ذو الفقا على اليوم رفعت علوك صرت للأفلك محور أنت للأمة فتاها لا فتا غيرك يا حدا لا فتا غيرك يا حدا تلقى توياك الشجاعة وانت قال عباب خبار يا وصف بكري وصفك بالوصف هيهات أقدار أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشوف على هواك وتلدعو يقالع الباب التي عن هزها تلدعو أربعون وأربعون رفعت سيفا وشيعا لا سيف إلا ذو الفقا لا سيف إلا ذو الفقا لا سيف إلا ذو الفقا يا علي بك استقرة جوهرة كنز الكرامة يا أصول الخمسة منك يستمر أصل الإمامة جبهة المؤمن ما حبتك أصبحت أوضح علامة كل عمل بالدنيا نعمل نعرضا يوم القيامة نعرضا يوم القيامة وإليه في يوم المعاد حسابنا أنت الملاذ لنا غدا تلدعو يقالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربعون رفعت سيفا وشيعا لا سيف إلا ذو الفقا رفعت سيفا وشيعا لا سيف إلا ذو الفقا لا سيف إلا ذو الفقا رفعت سيفا وشيعا وشيعا سمتك أمك لنت ليث حيدارة أكرم بلا أخواتي ليث أنجبت سابوعا وأنت وأنت والحق يا أكبر نامي به أدا على الحوض حقا تحشران معا وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع وأنت غوث وغيث في ردا وندى لخيف ولرج لذو تجع وأنت ركن يجير المستجير به وأنت حصن لمن من دهره فزعا وأنت أنت الذي حطت له قدام في موضع يده الرحمن قد وضعا أنت العلي الذي فوق العلا رفيعا ببطن مكة وسط البيت ذو ضيعا سمتك أمك بنت ليث حيدارة أكرم بلا أقواتي ليث أنجبت سابوعا وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع وأنت أنت الذي آثاره ارتفع على الأثير وعنه قدره تضع أنت باب تعالى شأن حارسه بغير روحة روح القدس ما قرعا حكمت في الكفر سيفا لو هوايت به يوما على كاتف الأفلاك لا انخلعا عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجاعا أنت العالي الذي فوق العلا رفيعا ببطني مكتا وسط البيت ذو ضيعا سمتك أمك بنت ليث حيداراتا أكرم بلا أخواتي ليث أنجبت سابوعا الله 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 يا مولا بعث الإله إلى الأنام محمدا وتمها بخلافة المولى علي يا مولى وتنزل القرآن عند محمد وكمال تاوي للكتاب غدا علي يا مولى وإلى معاريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها علي ويهاجر البلد الحرام محمد ويبيت مفتديا بمرقده علي الله 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 من الجهاد محمد من دا الذي صرع العتاة سوى علي في خندقه الأحزاب صاح محمد من ذا لعمر فانبرى يمضي علي يا مولا ويحج في بيت الإله محمد أوليس من بيت الإله أتى علي والجنة المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى علي الله 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 والنار ما خلقت وحق محمد إلا لكثل الحاقجين على علي والجنة والنار خل محمد وقتيمهما يوم الحتاب غدا علي صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزيل الشكر لفرقتنا الثانية من كرزكان ونسأل الله له الموفقية ولا نعرف ماذا نقول لهم أيضا بعد أن قلنا في الفرقة الأولى من المنامة جزيل الشكر ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله وأن يثبتنا على ولاية أهل بيته وأن يرزقنا شفاعتهم في الآخرة طبعا اختصارا للوقت ما راح نطول الفقرات بس معروف إن بعض الناس اللي أمونا في حب علي دائما نقول لنا أنتونا تعبدون علي وإحنا نكرم هذا الشيء طبعا علي له مكانة خاصة لدينا ولكن إحنا نعرف مكانته وغيرنا ما يعرف مكانته وفي واحد سأله يقول كل يوم صيحا يا علي كل يوم صيحا يا علي كل ساعة صيحا يا علي كل لحظة صيحا يا علي قالوا لي يا شيء أفتهم يا الله أحسن لو علي يقول أنت عندك الله أحسن لو علي قلت لهم أدري الله أحسن من علي بس الله ما ينزل إلي ترفعني لله شفع لي هاي معنات الشفاعة أننا نتوسل بأهل البيت وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى لكن للأسف الجهال ما يعرفون هذا الشيء لو تقعد إياه مني للصبح وعشان نشوتكم كم من بيت تردون إياه بكلمة علي مستعدين؟ لأننا عندنا بعدين رحلة بعيدة شوي صحب المطار هي عن بيعة علي ولكن ذكروا علي في كل وقت عباد أي يوم فيه أملاك السمى هتفت باسمي بس هذا جوابكم والله فيها علي أي يوم فيه أملاك السمى هتفت باسمي وغدى المختار في الناس خطيباً رافعاً كفة قائلاً من كنت مولاه فمن بعدي من يبايع بايع الله فقولوا حبنا ذكره مشرب المؤمن دوماً صاحب الحقي نحن من المنامة أصلنا كارزكان من روح جهة المطار أين؟ أبنى الدير وأبنى سماهيج فبتختارون من من اختار قرية الدير وإلى فرقة الإخوة الموجودين عند الباب عند البوابة تفضلوا في الأمام فيه مقاعد فيه كراسي خالي حياكم تفضلوا حياكم تفضلوا الموجودين عند البوابة فيه كراسي فاضية في الأمام إلى فرقة البيان من قرية الدير نستقبلها معكم كما استقبلنا من قبلهم الفرقتين نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد نستقبلها معرفة تفضلوا حراكم تفضلوا حياكم تفضلوا حياكم تفضلوا هذا النبط في قلب رد عاشق خداني تورد نبطاتي نبطاتي ما السجدات أصلى إلا على الهاد محمد الله مصلى الله محمد وبمولد الكرار جانا وبمولد الكرار جانا والفرحمات تحدد بحال زجرتنا وتبخرنا وتبخرنا وبمولد الكرار جانا وبمولد الكرار جانا وبمولد الكرار جانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتون ووارث طه وأعلى وزير بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على منقذنا من الجهالة وهادينا من الضلالة محمد الأمين وعلى آله وصحبه المنتجبين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته نبارك لكم ذكرى ميلادي يعسوب الدين وولي المتقين وولي المتقين فاروق هذه الأمة حبيب رسول الله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يسر فرقة البيان الإنشادية مشاركتكم أفراحكم الولائية بقصيدة متواضعة راجين من الله ثم منكم القبول وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وحمد الله صلى الله عليه وحمد قم وابتهج ولد الذي بالنور قد خلقا وانظر جدار الكعبة كيف له الفتقا ولد الذي بقدومه فغر السماء ضحكا ذاك المسمى حيدر ملك الهوى ملكا الشمس والقمر من نوره انسحر خير الورى ولدى قلبي له سعدى أحلى من العسل ذكرى قدوم علي وَالْكُلُّ مَسْرُورُ بِالْحُبِّ مَغْمُورُ قرآننا وطريقنا نَحْوَ السَّمَاءِ هُوَ الْأَمَلْ حَيْدَى 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 لِبْرَسُنَا وَضْيَاؤُنَا مِنْهَجُنَا خَيْرُ الْعَمَلْ حَيْدَى حَيْدَى يَكْفِيهِ فَاخْرًا إِنَّهُ رَبُّ الْأَوْلَى هُوَ كَنَّهُ حَيْدَى حَيْدَى جَاءَ الَّذِي أَسَرَى فِي حُبِّهِ الْبَشَرَى لَسْنَا لِمَا أَرْحِكَ سَيْدِي أَهْلًا وَلَنْ نَقُدِرْ بالمدحن في وصفك مولايا يا حيدر لكننا جئنا نبوح بحبنا غوحا نتبادل التبريك بالأحضان والفرحا فاز الذي قال بالحب مولا عن حيدر الوالي أغلى من الغالي مولايا يا شهدي خذ من يدي عهدي خذ بيعتي خذها بالروح أفديها من غيره كان أخال للمصطفى في دربه حيدر حيدر من غيره رفع اللواء للمصطفى في حربه حيدر حيدر من غيره كفوا إلى بنت النبي أيا بشر حيدر حيدر من غيره بلسانه حيدر 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 فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد هنيئا لكل من لهج لسانه حرفا في حب علي بن أبي طالب هنيئا لكم أيها الناشئة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإلى مزيد من المشاركات القادمة إن شاء الله إعلان يقام هذا الموسم موسم أمير النحل برعاية كل من القبس الإلكترونيات والكهرباء نور النور للمواد الصحية وأبو جابر للعقارات وكنعان للتجارة العامة جزيل الشك نقدمه لمن ساهم في هذا الموسم يتغنى الشعراء والمنشدين والرواديد في حب علي بن أبي طالب وكل منهم يتنافس في تقديم حرف بسيط في حب علي فيقول أحدهم بحروف الهجاء ألف أهواك أيا حيدر يا ساقين عند الكوثر باء باب مدينة علم من يأتيها يأتي حيدر تاء تكفيك شهادته إنك مولانا بل أكثر ثاء ثقيا نبض فؤادي عن حبك لالا أتغير جيم جندلت أكابرهم فسل الأحزاب وسل خيبر حاء حارت فيك عقول حق لها بك أن تتحير خاء خابت نفس لئيم لم يتولاك أبي شبر دال دامت راية نصر دامت في كفك يا حيدر دال ذللت رقابهم ونسفت الشيطان الأكبر أكبر راء ريحان وزهور عشقك كالمسكي أو لا العنبر قالوها أكيد كلكم تنتظرون الفرقة الجاية أو القادمة طبعا نذكرون رحنا المنامة وين كارزكان والدير الآن شوي منقرب إلى المرخ ننتقل إلى قرية عزيزة علينا قريبة مننا بني جامرة قرية بني جامرة مع فرقة اسمها عظيم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ نبقى مع فرقة النبأ من قرية بني جامرة ليتحفون ويسمعون مدحهم وألحانهم في حب علي بن أبي طالب نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد فرقة النبأ من جامرة اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين نبارك للأمة الإسلامية جمعا ولكم أيها الحفل الكريم هذه المناسبة العطرة ونسأل الله أن يعودها علينا في أفضل حال وفي أمن واستقرار يعز على القلب أن نرتقي هذه المنصة وهناك من كان معنا هنا ولكن هذه الليلة خلف مكانه خاليا إلا أنه يأبى إلا أن يكون معنا مشاركا فرحتنا وفرحتكم بلمساته وتوجيهاته وهو مغيب خلف قطبان السجون إنه عميد الفرقة خادم أهل البيت سيد علي الموسوي نسأل الله العلي القدير بحق صاحب هذه المناسبة أن يفرج عنه وعن باقي المعتقلين عنوان القصيدة مظهر العجائب ألحان فرقة النبأ العظيم كلمات الأستاذ عبدالطاهر الشهاد راجين من الله القبول ومنكم الاستحسان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد يجينا في فرحة الميلاد يجينا في فرحة الميلاد نشارك هالحفل انسه وننادي يا ابو الشدات وننادي يا ابو الشدات إلك وسط القلب همسه يا بحر الجود الممدود ولا ندري الكرم يكسه ولا نعرف عن الوالي اسم خادم إله ينسه إلك خادم يا ابو العباس إلك خادم يا ابو العباس نذر اسنينه حسه بقى بقيادهم مسجون ومن عطفك ومن عطفك رجال أمسه وبد ماهو عجيب عليك وبد ماهو عجيب عليك يا باذل للعدل نفسه تخلص خادمك منهم تخلص خادمك منهم يا كل شي احنا نتنفسه ترحنا مركب ترحنا مركب وطاية ترحنا مركب وطاية ولا غيرك لنا مرسى يا علي 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 ولي اتهى فاشرى عن نور الصدى وغار نتقى رناح نا الفناء رأيت جمالك يضم الجلال فراف رفق قلبي بكل شرا رأيت جمالك ثم الجلال فراف رفق رفق قلبي بكل شرا فراف اشترك ان Ruby اشتركوا في القناة وداوما تحل بك المشكلة وناديت باسمك في الموضيلة علي أياه مليء والنجاة أرياد المواهب علي علي ومبد العجائب علي علي أياه خير صاحبي علي علي وموج للنوائب علي علي لا تشكو من هم تحدى في ذكر علي هامات الشداد لا تشكو من فقر وبفضل أبي الحسنين تنهمر الخيرات لا تشكو من هم تحدى في ذكر علي هامات الشداد لا تشكو من فقر وبفضل أبي الحسنين تنهمر الخيرات نادي يا صاح علي عند ملاقات الأحزان ينكشف الكرب وتغشى عمرك رحمة الرحمن رحمة الرحمن وتوسل باسم علي لله وكن في اطمئنا والله القادر حتما يأتيك بأمن وامام علي يا كل حياتي علي يا ركب نجاتي علي حبك يحميني من نار وعذاب علي يا كل حياتي علي يا ركب نجاتي علي حبك يحميني من نار وعذاب علي 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 اشتركوا في القناة وجاء غياثك في الموعد فخور بحبك يا سيدي أيا نور يومي وزاد غدي فخور بحبك يا سيدي أيا نور يومي وزاد غدي أدل الصلاة على النبي محمد وقبولها حتمًا بدون الترجد أدل الصلاة على النبي محمد 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 ولو سمح لنا الوقت لتمنين أن نبقى مع كل فرقة منكم وقتًا أطولًا لنشنف أسماعنا بكلماتكم وألحانكم الجميلة فشكراً لكم هناك أحاديثٌ كثيرة مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة المعصومين في حق شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم إذا تسمحون نذكر بس رواية واحدة على الأقل أو حديث واحد راح يبين لنا ما كانت شيعة علي بن أبي طالب وفضلهم في الدنيا والآخرة عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه كنت ذات يوم جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب فقال له ألا أبشرك يا علي طبعاً البشارة إلينا أيضًا إلى شيعة علي بن أبي طالب ألا أبشرك يا علي قال بلى يا رسول الله قال هذا حبيبي جبرايل يخبرني عن الله عز وجل أنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال الرفق عند الموت والأنس عند الوحشة والنور عند الظلمة والأمن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز على الصراط ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاماً فهنيئًا لنا ولكم ولاية علي بن أبي طالب ونسأل الله الثبات على هذه الولاية إن شاء الله نحط رحالنا عند الفرقة الأخيرة من هذا الموسم من هذه الليلة المهرجان الأنشودي وهو تحت عنوان أمير النهر إن شاء الله مرة أخرى الموجودين في الخلف نتمنى تفضلون قداماً في مقاعد في كراسي وإن شاء الله الوقت ما يطول الفرقة الأخيرة إن شاء الله معنا نتفضلوا واجلسوا على المقاعد أريح إليكم قلنا آخر فرقة إن شاء الله ستشاركونا في هذه الليلة طبعاً حاولت أوصف لكم أينه لا الرفاع الرفاع قريباً ننتظر شوية بعدين خلاص والنبيب بالإشارة يفهموا سند لكن لا أعرف ما أوصفكم أقول فوانا ما أقول عنكم حتى أقول أنا في صح قرية لكن أقول عنهم مدينة نسويهم كبار شوية لأنهم ما شاء الله يعني اسمهم لامع بصراحة نسمع عنكم كثير الخير الكثير فنبقوا إياكم عشان لا نعطلكم ونعطلهم مع فرقة اسمح ليه وبعد ترى الفرقة فرقة وش اسمكم اتحاد الروح تعرفون يعني الروح إذا اتحدت تنتج إنتاج عظيم فإن شاء الله منشوف الإنتاج عظيم بس يحتاجون منكم صلوات قوية على محمد وآل محمد بس يحتاجون منكم صلوات قوية على محمد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا منذ أن فقدت الفرقة منشدها المرحوم حسين محفوظ رحمة الله عليه أهدت جميع أعمالها إلى روحه رحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة رحمة الله من تكونون حتى تستعرضوا أنفسكم أمام أنزع عجز المعصوم عن منافسته من تكونون أتظنون علياً الذي عجزت الدنيا لو عرضت نفسها عليه أن تملك منه خصفة نعل كالمرع الوبين يملكه كرسي أو إمارة من تكونون يا من خلف أحفاده أمراء عليكم بأخلاق أغنتهم عن عروشكم المأجورة من تكونون يا من لم تشافوا من صرعات جنونكم إلا عندما مسكم حد ذو فقاره لا والله لا يملك هذا الأشوس إلا الله ولا يعرفه إلا رسول الله وكل ما عدا ذلك مملوكين لزهد لثامه حينما يقترب الفجر أراه بدى قبلة النخل مصبحا أقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحى توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا مشى والبساتين استحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا أراه بلى قبلة النخل مصبحا وقوفا تصلي خلفه تقرأ الضحى توارى عن الأنظار حتى كأنه شكى قلبه من كل هم تجرحا مشى والبساتين استحت من خضاره كأنه نهر في المسافات أصلحا هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا أيا أمة أذنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا هذا علي كيف أمسى لوحده وجفن الحقيقة شوقا تقرحا وجفن الحقيقة شوقا ولو ينطق التاريخ يوما سمعته تأسف عن كل الوجود وصرحا أيا أمة أذنت لها كل ساقط وذا ابنها دون الجميع تسرحا من كرسي كم جلسوا أمام النور وما لهم به عصن ولا قصن حرب كي تلاقوا بعدها ظلوا فلا ضل ولا هم بعده ظلوا على الكرسي كم جلسوا أمام النور وما لهم به أصن ولا قصن أحرب كي تلاقوا بعدها ظلوا فلا ضل ولا هم بعده ظلوا أه أبا تراب أبا تراب والعدل غاب والعدل غاب عد بالكتاب واحكم بنا شوقا إلي مدى يدي مدى يدي ونبقى بنيك عش بيننا أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولى يُولِين يَكُلَّ بَهَا لِتُنْفِرَعَةْ لَكَ الْبَاقِي وَتُسْعِدَهَا فَمَا بَسَمَتْ سِوَى مُدْكُنْتَ حَاكِمَهَا أمير المؤمنين وما سواك لها تزين الملك يا مولاي كلبها لتنثر عدلك الباقي وتسعدها فما بسمت سواه كنت حاكمها يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدار يا حيدان يا حيدان أبا تراب والعدل غاب عد بالكتاب وحكم بنا شوقاً إليك مدى يديك مدى يديك ونبقى بنيك عش بيننا ويمضي الدهر لا تبقى به دولون عن العدل أراهم كل ما سألون أشعروا للغريها هنا نبنو علي العدل مهما قيل لن تصلوا أشعروا للغريها هنا نبنو علي العدل مهما قيل لن تصلوا يا حيدان 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 نشكر فرقة اتحاد الروح وبالفعل يعني هم اتحاد وهم الروح ونسأل الله لهم الموفقية دائما وذكرهم يعني إلى لمحة من حياة الإمام علي وهي العدل إن يموت العدل قل ما تعالي لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد ثانيا على حب رسول الله ثالثا بأعلى بأعلى أصواتكم على حب أمير المؤمنين اشتركوا في القناة 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 ولائين وبالطهر سقينا حبي علي قد تربينا فذاب الحب بالأنفاس فينا تعرفناه بالإيمان مطرونا سواه لا أمير المؤمنين سواه لا أمير المؤمنين لك المؤمن عقيدة وإحنا ما عدنا عقيدة بغير حبك يا علي إذا أذنني شاد والمحب صوت رادات يا علي يا علي يحق الكلم والي يرتفع راسه علي لأنه ولا علي ودائم يشكر أمه لنها كانت ضمه لي تنادي يا علي روحي بكاس الهوى للمرتضى سكبت مذ كنت في المهد أنفاسي له كتبت هذا دعائي لمن في نشأتي تعبت لا عذاب الله أمي أنها شاربت حب الواصي وغذتني في اللبن روحي بكاس الهوى للمرتضى سكبت مذ كنت في المهد أنفاسي له كتبت هذا دعائي لمن في نشأتي تعبت لا عذاب الله أمي أنها شاربت حب الواصي وغذتني في اللبن حب الواصي وغذتني في اللبن الله صلى الله عليه وسلم علي للجنان طريقنا الأوحاد ولا درب تعقبنا سواه فأبواب الجنان بلا مفاتيحه إليها غير مفتاح حواه فآمنا وأيقنا به حباً لنا بالذكر أوحاه الإله علي عن ديننا اخترناه عن وعاين ولا لن نرتضي دينا بلاه ولا لن نرتضي دينا بلاه تخيرنا بإرادة نهتف بإسم شهادة ولي الله علي يحصنا بحشيرنا لو في معبرنا عثرنا ننجب ولاية علي إذا بيه نسألنا حب علي هو عملنا لنا كافي حب علي تربينا على حبها كل محب يشكر ربها لنجعل حب العلي حبي عالياً بيوم الحشر يرفعني ويفريش الدغب لي للجنات العدني شكراً لأم به كانت تقميطني وكان لي والدونيه وأبا حسني فصرت مندي وداءه وأبا حسني حبي عالياً بيوم الحشر يرفعني ويفريش الدغب لي لجنات العدني شكراً لأم به كانت تقميطني وكان لي والدونيه وأبا حسني فصرت مندي وداءه وأبا حسني فصرت مندي وداءه وأبا حسني أبا حسني ترجمة نانسي قنقر شكرا